الآن اللي فاتت والماتش وغيره فقلنا لأ نأجل نبقى براحتنا كده ونتكلم عن العربيات ونبدأ نحدد العربيات من خلالكم يعني العربيات هحدد تروح فين من خلال حضراتكم حضراتكم تبعتوني المنطقة الفلانية نبعت لأن هي معمولة لكم والأسعار هم اللي يقولون عليها يعني يقدر يقولي الحاجات اللي موجودة مكارونا رز صلصة شاي زيت لبن تونة جبنة سكر حاجات بتاعت الغسي كل الحاجات اللي هي الأساسيات بتاعت البيت تقلني كام عن السوق وده المبادرة هتبقى على العربيات السكرزة هيبقى موجودة على كل العربيات اللي نازلة كازيون مارك بالتعاون مع صادة البلد طبعا والبرنامج لمحاربة الغلاء ده هيبقى موجودة على كل العربيات حضراتكم ونفضلكم انتوا ابعتوني لو سمحتوا من كل الدنيا من كل حتة أنهي مناطق محتاجين فيها نبعت العربيات اعتبارها من يوم الجمعة من يوم الجمعة اللي جاية ان شاء الله وعربيات حجم الكبير اللي هي يعني يبقى عليها تقدر توفر لأعداد من الناس كتير يعني مش عربيات صغيرة لعربيات كبيرة توفر لحضراتكم السلع بأسعار مخفضة عن السعر السوق هما اللي هيقولولنا كده أو هما هيقولولنا أسعارهم إيه فنقدر نسألهم عن التفاصيل كلها معنا الأستاذ اسماعيل حافظ رئيس القطاع التجاري في كازيون أستاذ اسماعيل أولا مساء الخير أولا بشكركم على هذه المبادرة الإيجابية والله نشكر حيات كمان على الاستجابة للبرنامج وتبانيل المشروع إيه الفكرة أنتوا عايزين تبعاتوا عربيات أو تنزلوا عربيات في المحافظات للناس بأسعار مخفضة شوية عن السوق بس وإحنا شركة كازيونية شركة مساهمة مصرية من أكبر سبا مكتفة مصرية في عدد الفروع إحنا الحمد لله وصلنا الـ 180 فارع في خلال سنتين وشوية أه الحمد لله إحنا هدي توسع ووصلين لـ 14 نحن نتكلم من أول اسكندرية اللي جاية في سعيد في المانيا وبني سويف نتكلم في السويس مدن القناة الفكرة كلها كان مشروع العربيات المتنقلة ده كان هدفه أن إحنا ننتشر بسرعة أكتر كمان الحمد لله في شهور بنيفتح فيها حوالي 18 فارع وفي شهور بنيفتح ما بين 10-18 فارع في الشهر بس كان هدفنا العربيات المتنقلة ليحنا نوصل للناس المحتاجة نعم فأماكن اللي هي سعر الوصول إليها الملوطة المحرومة أو المحتاجة مضبوط انتو شباب بس فكان هدفنا كان كده ومشروع ده بتدينها في 2015 والمستاشر آآ بالتعاون مع الضغطة التموين والتقارى الداخلية نعم وكنا بننتشر وميبعث الأعبات بتاعتنا الحمد لله في الأماكن مختلفة ولجاية ما نفتح فيها الفروع فهي كبساعتنا على الانتشار لجاية ما نفتح الفروع إن شاء الله كويس آآ انتو الشباب كلكم احنا شركة مسامة مصرية آآ فيها مستثمرين مصريين وفيها برضو سندول استثمار آآ سندول استثمار مع مستثمرين مصريين طيب قولي العربيات اللي نبدأ إن شاء الله من يوم الجمعة وهنعلن إن أنا طالب من سادة مشاهدين يقولولنا على الأماكن بحيث الخدمة هتكون احنا مع حضراتكم عاملينها للناس مش عاملينها لا عاملينها تبقى من خلال الناس وللناس يعني هي منكم معانا مع القناة آآ فبنخاطب المواطنين هم اللي هيقولولنا فين المناطق اللي احنا آآ عربياتكم تروح لهم بأسعار مخفضة عايز تقولي السلع اللي هتكون موجودة في هذه العربيات ايه هي يعني احنا إن شاء الله عمني حسابنا آآ طالب يعني إن شاء الله يبقى معانا مكارونا حاجة الأسلسية اللي هو بيحتاجها لبيت محري اللي هي بنتكلم في مكارونا والرز والسلسة تونة لبن وسكر وآآ برضو مسحوق جسيل وعيني كل الاحتياجات اللي هي بيحتاجها لبيت المصري وإن شاء الله يعني بالبرنامج موظفين اللي عاشها عبيات بحيث إنهم على حسب احتياجات الناس أو الناس اللي هي المتخصصة برضو لو عارفة محتاجة نجد أن نتحرك لهم بسهولة ونصل لهم إن شاء الله كويس في زيت كمان فيه آآ آآ في زيت آآ في زيت مظبوط آآ في لبن آآ في زيت آآ يعني هي الحاجات الأسلسية كلها اللي احنا متمايزين فيها يعني آآ في بيض في آآ حاجات كده ولا دي مش معاكم في لأ بيض آآ يعني الناعبية تطلع إن شاء الله مجموها ما فيهاش بيض بس تريبا برضو يبقى فيها فراخ لناعبية مجهزة من أول عشان البرنامج ده كان مدروس آآ كان جزء منه إن العربية حتى تقسمتها مجهزة إن هي تشيل حاجات مجملات آآ فممكن يكوش فيها باند الفراخ ممكن يكوش فيه مجمدة طبعا آآ فداخل فيها آآ الباند اللي ممكن يكوش باند الزبدة كده يعني على حسب التوفر الحاجة بس طبعا إحنا عشان بقالنا سنة وشوية في الكصة دي فعندنا خبرة إيه اللي الناس بتحتاجه كويس يعني إيه المنتجات اللي بتحتاجها والكميات والكصة دي كلها إيه المواطن دلوقتي اللي يفضل يجي يشتري من عندكم العربية دي لما نقول المناطق هتروح فين عن إنه ميروح حتى أخرى إيه الفرق مديلوا إيه خدمة مديلوا إيه مميزات بس حاجة إحنا عاملين أسعار آآ مخفضة طبعا شوية غير كده إحنا أصلا أسعارنا طول السنة يعني إحنا هدفنا إن إحنا نبيه كتير وهمش ربح بتاعنا أولئي الجد بهدف إن إحنا نوصل الناس أكتر وحلي احتياجات فأصلا إحنا أسعارنا طول السنة عمتا من غير أي نيكواش دايما السعر ده بنسبلنا هو أهم حاجة فدايما أسعارنا طول السنة أهل حاجة بالنسبة لده برضو عشان في أسعار بتفتلك في الفترة السوق ده طيح بنحاول نثبت الأسعار على حد ما للمشروع ده بالذات بحيث إنه هو ما يتقصرش بأي زيادات الفترة اللي جاية على أقل العشرين يوم اللي جايين دول جيل إنه في حاجات تانية مخفضة شوية طيب دلوقتي في ناس بعتلي من السويس بيقولوا منطقة الجنائم في السويس تمام كويس في ناس بعتلي شارع المحطة الجوية سوق الأحد ده بيبقى فين مش عارف فين يا جماعة المهندس ناجل اللي بعت لنا تمام المؤطم منطقة سكانها محدود الداخل أنا بحاول أقول لحاكم من خلال الرسالة جاية لنا طيب أنا هقول لحياك على حاجة أنا أهم حاجة طبعا في المعلومة بتاعت الرسالة بس الناس توضح فين وأني محافظة لأن طبعا حاجة عايب مسلا شارع الجمهورية ده منتشك في كده محافظة كل حاجة شارع جمهورية أحبين بس نعرف أه فنحب بس نعرف أني محافظة وكان قصدو في أني منطقة بالزبط لأن دي حتساعدنا جامد وبالنسبة لأماكن اللي حاجة قلتها دي مسلا عندنا فروح في السويس عندنا فروح في السماعالية عندنا فروح في المؤطم قرية دي في فروح موجودة يعني قرية دي فروح موجودة بسي ممكن نكونش قريبة قوي من المنطقة اللي هم حابين وسواء ممكن المنطقة دي محتاجة وبفرع بعيدة عنها ممكن ساعتها فعلا نوفر العربيات ونبعاتهم زي ما انتم حابين نتوزحهم إن شاء الله هم عشر العربيات وزي نقول حقيقة إحنا عندنا مئة وتمانين فرع مغطيين والبغطيش المحافظة يعني الحمد لله تم تعيين لحد يومنا هذا ألفين موظف وهدفنا إن شاء الله في آخر السنية دي بقتها التلاف موظف يعني فعندنا فروح هنقدر الحمد لله نغطي مواطن كتيرة بس في مواطن طبعا ممكن زي نقول حقيقة ممكن نكون مغطي في المحافظة دي فروح بس هات فروح بتويل مش قريبين من المنطقة اللي محتاجة قبل من خلص الحلقة هنكون محددنا الأماكن اللي هينزل فيهم العشر عربيات يوم وتجمع إن شاء الله يعني هنبدأ الحقيقة مطقتين وبطلب من سادة مشاهدين يبعث لي العنوان بالزبط المنطقة فين مركز ايه او مدينة ايه او قرية ايه او ناجع ايه او منطقة بالتفاصيل عشان العربيات تروح الأماكن اللي حضراتكو كمشاهدين بتختروها مش احنا يعني احنا ما عندناش هنا مفيش وسطة مفيش مجال للمجاملة في مجال حضراتكم بتطلبه احنا بنبعث من اول اسوان من اول حلاب وشلاتين حلاب وشلاتين نودل اهلنا في حلاب وشلاتين عندكم مشكلة تودل شلاتين وحلاب لا لا مفيش مشكلة احنا بنساند البرنامج وان شاء الله يعني حياك بس لو بالمتابعة نعرف من بلادنا وارضينا العظيمة ومصر الحبيبة واهلنا المحترمين حلاب وشلاتين طبعا فلازم نقف معاهم نبقى جنبهم على طول مش كده طبعا طبعا نفا بنسخ معاكو بقول لحاك من اول حلاب وشلاتين في اقصى جنوب حلودنا مع اه البشير لحد اي حتة في مصر ان شاء الله باذن الله يا رب خير ان شاء الله شكر جدا على بعتولنا لو سمحتوا المناطق المحتاجة تروح فيها عربيات كازيون يوم الجمعة القادم هيكون عندنا عشر عربيات لمدة واحد وعشرين يوم باذن الله نتمنى نغطي مختلف الاماكن ان شاء الله بالتنسيق مع كازيون ماركت قناة صد البلد وحضراتكم نوصل لانه هتكون الاسعار ارخص من السوق يعني اسعارهم ارخص مخفضة اكتر طيب وكمان بحي الارمان الارمان كلمونا الان برضو شكرا جزيلا للارمان الارمان كمان قرروا الان واحنا على الهواء هيوفروا 200 كيلو لحمة كمان يعني يبقى عندنا الحاجة ايه؟ ومعهم اللحمة كمان 200 كيلو لكل منطقة ابعتولي لو سمحتوا انا عايز الحاجات دي في ايدينا ما تضعش مننا ابعتولي لو سمحتوا المناطق كمان بالاضافة للسلع الغذائية هيكون في 200 كيلو لحمة في كل منطقة باشكر الارمان مرة تانية من المؤسسات المحترمة جدا مجتمع مدني محترم